عايزة لك على مروان عطيه. رأيك كيف مروان عطيه الموسم ده؟ بالمقارنة بمروان عطيه الموسم الماضي؟ مروان لا ماشي أنا ماشي بخطوات أنا شايف إنها جيدة إحنا بس النقطة اللي إحنا في الموسم اللي فات كان جي انتقل في يناير فإحنا عملنا بومنج أكتر من اللازم لكن هو ماشي بنفسه معدلات السنفات ممكن تكون قلت بس قلت حاجة بسيطة قوي ومش في المباراة كلها يعني أنا برضو بقيمه في المباراة النهاردة لا المفروض أقيمه في عدد من المباراة صحيح كوكا دخل لعب شوية عمل مباراة كويسة جدا مع الأهل خصوصا في الدوري وبعدين بعد كده مروان رجع تاني لكن هما الاتنين بيقدوا بشكل كويس يعني شايف مروان ماشي كويس يعني أنا مش من نوعين المدربين أو المفروض لما نيجي نحل الفريق زيند الأهل مش هنقود نحل المباراة كوكا كان وحش المباراة دي فهيقعد المباراة اللي جاية أو مروان المباراة مش كويس على حجب السنة عموما لا مروان ماشي بشكل كويس الموسم اللي فات تقريبا كان مارس كولبيا مرتشن في كل اللاعبين إلا مروان إلا مروان مروان بدأ دلوقتي يقض ده مش دلالة انه مروان ممكن يكون تراجع بعض الشيء وممكن ده يكون سبب إنه هو ما بقاش يظهر بشكل مميز خلي بالك يعني فيه لعيبة لما بتقعدها برضو بتفقد الثقة في نفسها شوي أنا مش عارف طبعا إيه الخلفيات الكولر بيوصل للقلارات دي إنه هو يقعد فلان ويلعب علان بس فيه نوعية من اللاعيبة لما بتقعد بتبدأ تفكر شوي أنا أعدت ليه؟ ما عندوش ثقة شوي في إنه هو أنا لا أنا المكان ده أعدت أو بلعب المكان ده بتاعي دي بتاعت المدير الفني وبتاعت الجهاز إنه لازم يعرف نوعيات لعيبته فيه لعيب لما تقعده يجي المباراة اللي بعدها يقصلك الدنيا صح وفيه لعيب لو إنت قعدته هيجي المباراة اللي بعدها تليه مهزوز ودي راجع أن إنت قعدته فإنت لازم تعرف نوعيات اللاعيبة النفسية بتاعته ممتاز وتعاملهم والتعامل معهم لأن هم مختلفين صح اللاعيبة مختلفين وإنت عايز تاخد أحسن حاجة من كل واحد بيختلفوا في التعامل اختلفوا في التعامل حتى في طريق عايز أقولك التقييم بعد المباراة التقييم بعد المباراة مكروحة يبقى وحش بس انت تديله ثقة ومتحسسنش أول أنه هو وحش وفيه واحد تاني لأ لازم تحسسه أنه هو وحش عشان يطوي يعني مش تقييما لمباراة النهاردة زي ما حراج بتقول إنه لازم يبقى التقييم عام صلاح محسن في مباراة النهاردة المباراة الماضية المباراة اللي قبل ما يخرج من النادي الأهلي كآرة هل صلاح محسن لم ينجح لم ينجح في إنه يكسب ثقة المدربين أو يثبت نفسه أو يحافظ على مركزه كمهاجم؟ بص هقولك على حاجة بالنسبة لصلاح يمكن أنا كنت موجود في فترة في 18-19 وكان موجود صلاح طلع ورجع طلع ورجع حوالي ثلاث مرات بس كولر قال أنا طالد صلاح محسن ودي نقطة تخلي ما نتصرعش في الحكم شوي صلاح عنده قدرات أنا اشتغلت معك في التمرين عنده قدرات فرود عنده قدرات وقدرات هيلة يعني بيلعب بدماغه كويس جدا عنده الارتقاء بتاعه عالي جدا سريع بيعف يجيب جون بيعف يجيب جون عليك بقى أنك تنظمه تنظمه لأنه عنده سنة عشوائية شوية فهو عايز حد ينظمه عايز حد يحفظه فكولر لما طلبه أنا استبشرت خير أنا قلت لكولر عمل مفعول أو غير شكل أداء لعيبة زي بير ستاو زي حسين الشحات زي مروان كريم فؤاد محمد هاني يعني فيه لعيبة كهربا رجع معاه برضو بشكل كويس فالله أنا عايز أقوله أنه فيه لعيبة اتطورت مع كولر فأنا استبشرت لما هو طلبه قلت بس هيعمل معاه حاجة فخلينا مش عايز برضو أخذ المقبرة بتاعت النهاردة مكياس بس لأن صلاح محس النهاردة ما تقدرش تلومه ما فيش حاجة عملت يعني فيش كرة تلعبت له مثلا في مساحة ما فيش كرة تلعبت له بالعرض مثلا وهو نكمل ما فيش حاجة تسندت بس عارف كابتن يوسف هنا بقى كنات بقى الموديل الفنش بس إن هو مثلا فيه أدوار تكتيكية النهاردة في المباراة آآ يعني ممكن باص مثلا مفروض يطلعه ناحية الشمال إنه الفرقة هو يبتمني اللعب من ناحية يتضغط يبني بالي دور شوية أيوة مظبوط في بناء اللعب إنه هو يبني مع الوسط الملعب على الأساس يبدأ يطلعه صحيح ننقل على التلت الدفاع بتاع الفريق صندول بس برضو مش عايز أخد المباراة من القياس لأن المباراة دي مش بتتكرر مع نادي الأهل كتير يعني أنا شايف إنه واحد سفر في ظل الحالة اللي كان عليها النادي الأهل النهاردة أنا بقول الحمد لله إنه لا خلاص وتقدر تتلحق بشكل كبير جدا جدا لأن تخلي بالك المباراة بتاعة الأربع الطريقة والشكل هيختلفه تماما بتلعب في السادة الكاهرة في وسط جمهورك في وسط ملعبك لعقبتك أعتقد كلها هنه هغير في التشكيل فبالتالي هيقدر إنه هو يبقى الشكل مختلف تماما في حتة الضغط وحتة الاستحواز هتبدأ إنت اللي تعمل الشكل اللي كان متشاف النهاردة ممتاز فهيبقى اللي تشالنج كلها يا كريم ما بين إن فريق هو أساسا بيلعب استحواز اللي هو سانداونس وما بين هي دي الايدنتي بتاعتك الأهلي لو ما استحوشت في السادة الكاهرة يوم الأربع مش يقدر ياخد المطش لازم ياخدوا الكورة لازم ياخدوا الكورة من سانداونس ممتاز فهياخدها إزاي؟ بالاستحواز وبالضغط بعد الإيه؟ يعني بعد لما يكونوا الكورة معاهم